صباحكم الله بالخير مشاهدينا القراءة عالم كبير وعالم واسع وأكيد نقدر نستفيد منها من جميع الجوانب والنواحي وناخذ العبرة والعظة من خلال قراءة العديد من الكتب القصص وأيضا الروايات لكن في بعض الأحيان في قراءة مبتدئة ما يكونوا عارفين من وين يبتدون وكيف يختاروا الكتب الصحيح عشان نتعرف على هذا الموضوع ونتكلم عنه أكثر رحب ضيفنا في الستيديو لأستاذ عمرو آلد غيم كاتب وأيضا متحدث تحفيزي صباح الخير صباح نور وسرور صباحك الله بالخير أستاذ عمرو بداية شو هي المواضيع اللي ممكن القارئ المبتدئ يختارها عشان تبدأ تحببها في القراءة أولا كلمة تقرأ هي أول كلمة نزلت للنبي على صوت السلام في القراءة الكريم وبها نهضة الأمم وهي طريقنا إلى الأهداف فيجب على كل قارئ مبتدئ أن يبتدئ باختيار الكتاب المناسب أي أن يحسن اختيار كتابه وأن يقرأ النبذة عن الكتاب أو ملخص الكتاب أو معرفة أسلوب الكاتب في داخل الكتاب قبل شراءه وعليه أن يتجنب شراء الكتب بشكل عشوائي لأنه رح يكون ممل بالنسبة لهذا الشيء ورح تفقد ذدة القراءة رح يفقد الشغف فيجب على كل قارئ مبتدئ أنه يأخذ بآراء الكتاب وأن لا ينغر بالإعلانات أو الدعايات التي تعلن الكتب أي نوع من الكتب مثلا وأن لا ينغر بالكتب الأكثر مبيعا لأنها أحيانا لا تناسبه فهي أكثر صعوبة وأكثر عمقا من المستوى الذي يبدأ فيه فيجب أنه يأخذ بآراء القراء سواء العامل أو البائع في المكتبة أو على مواقع السوشيال ميديا والذي يجب أن يسوي القارئ المبتدئ أن يخصص مكتبة له في بيته مكتبة صغيرة وأن يداوم على حضور معارض الكتاب الدولية نحن اليوم مقبلين عن معارض الشارقة الدولية الكتاب ويجب علينا جميعا أن نأخذ هذه الفرصة ونخترمها وأن نكون أحد الحاضرين في هذا العرص الثقافي أكيد يعني أستاذ عمرو ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي كيف ممكن مواقع التواصل الاجتماعي من خلالها حضرتكم يعني ككتاب فعلا توصلون أهمية القراءة للقراءة المبتدئين لكن بطريقة سليسة لأن الحياة صارت سريعة جدا ويمكن يقولك أنا مم متفيج أشتري كتاب وأقعد أقرأ فممكن يقرأ النفذة ويكتفي فيها الآن التكنولوجيا يعني سوى التغيير كبير في حياة الإنسان في علاقة الإنسان مع محيطه يعني حيث أن تطبيقاتها أخذت حيزا واسعا في الحياة ويعني بات الكثير من الناس أو بات الكثير من القراء يفضلون القراءة الأكترونية بدلا من ورقية يعني سواء أن الكتاب لم يتوفر في البلاد الثلانية صعب توفير الكتاب وصعب توصيل الكتاب وقرأت أيضا في بعض المقالات على لسان بعض الإعلاميين والكتاب أن بعض الأشخاص لديهم حساسية من رائحة الورق فكانوا يفضلوا أنهم يقرأوا الكتب الأكترونية بدلا من الورقية ولكن هذا لا يعني أنه نعتمد فقط على الأكترونية ولازم نرجع للمرجع الأساسي وهو الورق فهو فيه تسهيل وتيسير للقارئ أنه يحصل نسبته أو نسخته عفوا نسخته من الكتاب أو المقال مثلا سعي أستاذ عمرو لو حابين نتكلم يمكن بعض الأشخاص لا يفضلون قراءة الكتب سواء العلمية أو الثقافية وحاب يتجه للقصص أو الروايات شو نوعية القصص التي يقراها وتحببها في القراءة أكثر ويستمر في هذا الموضوع أو هذا المجال يجب على كل شخص مبتدأ في القراءة أنه يتجه نحو الكتب البسيطة ذات المعاني السليسة التي سهل عليه فهمها مثلا من الروايات تكون من تسعين صفحة إلى مئة صفحة يعني الكثير مئة صفحة أو خواطر لو أتكلم عن تجربتي بدأت في كتاب خواطر وهو الحببني في القراءة كتاب بسيط سلس كلمات وبسيطة تفهم بسهولة وبسرعة من بعدها حبيت القراءة فهي يعني خطوة بخطوة صحيح أستاذ عمر ببعض الأحيان ندخل المكاتب خاصة المكاتب العامة أو المكاتب الكبيرة ونحتار شو الكتاب اللي نختاره شو هي طريقة التصنيف الصحيحة للكتب وكيف يقدر هذا المبتدئ يعني يبحث في هذه الكتب لكن ليست بطريقة عشوائية وأيضا ما يضيع وقته يجب أن يتجه إلى محتوى وميوله لمحتوى معين أو إلى أسلوب لقارئ معين أو مثلا إذا كان يعني متابع أحد الناشطين أو أحد الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي يتجه نحو كتابه إذا كان معجب بهذا الكاتب بأسلوبه في إلقاء بعض الإبارات بعض الاقتباسات يتجه إلى القسم اللي فيه كتبه وكتب والكتب التي تشمل أو التي يعني تناسب محتوى وحبه لهذا الشيء استاذ عامنا نتكلم عن عامل أساسي وعنصر أساسي في قراءة في القراءة سواء القصص الكتب وأيضا الكتب الأخرى الكتب العلمية أو الثقافية الكاتب ماذا أهمية معرفة القارئ عن الكاتب؟ كيف يأثر عليه من خلال قراءة لهذا الكتاب أو هذه القصة؟ هناك أسلوب للكاتب يجب أن يحاور القارئ من خلال كتابته في القصة ويشعر القارئ بأنه هو أحد أشخاص هذه القصة اللي قاعد يعيش هذه التفاصيل وقاعد يعيش الزمان والمكان ويتخيل أنه في موقع الحدث فهذه ترجع إلى الكاتب يجب على الكاتب أن يختار أسلوبه في الإلقاء أو في الكتابة الكتابة أشد صعوبة من الكلام فيجب أن يحسن التعبير يحسن المحادثة مع القارئ من خلال كتابته صحي يعني بعض الأحيان أستاذ عمرو لما نقرأ كتاب أو قصة نحب نتناقش مع أصدقائنا خاصة لو كان شيء مثلا يديد أو شيء غريب علينا ماذا أهمية هذه الحوارات والنقاشات أو أهم النقاط التي يجب أن تطرح فيها؟ هذا النقاش القارئ مع أصدقائه والقراء هذا شيء محفز ومشجع له على الاستمرار فمن الجميل أنه القارئ بعد ما ينتهي من قراءة رواية أو كتاب خواطر مثلا أو مجموعة قصصية أنه يحاور ويناقش أصدقائه بما قرأه وهم كذلك أو أن يتبادل الكتاب بكتبهم فيما بعضهم يعني أنه يتبادل الكتب وأن بهذا الشكل قد ترسخ المعلومات التي قرأوها في ذهنهم ويحببه ماذا على الاستمرار في القراءة والانتقال من خطوة المبتدئين إلى المحترفين في القراءة والشوفين والمدمنين على القراءة صحيح لأنه سيتعرف على تفاصيل أكثر وأيضا سيبدأ وجهة نظر وأفكار وأراء مختلفة أستاذ عمرنا نتكلم عن قراءة المقالات يعني أو مثلا نقدر نقول الأشياء اللي تكون بسيطة اللي تكون موجودة في الجرايط في الصحف وأيضا عن مواقع التواصل الاجتماعي ما مدى أيضا أهميتها للقراءة المبتدئين هذا يزرأ فكر جديد لهم أكيد ويعني يترك لهم خلفية عن مجتمع الكتاب ومجتمع الكتابة ومجتمع الثقافة وهذا قد يعني يزرأ في نفوسهم الثقة مثلا وحب المغامرة وحب الخوض هذه التجربة فمن الجميلة له الإنسان يبحث يبحث أولاء يعني إذا استصعب عليه أمر أو استصعب عليه معلومة يفوت على الإنترنت اليوم الإنترنت استاح العالم بأكمله فيفوت على الإنترنت ويبحث في الصحف في الجرائد في مقالات لأي مثلا ناشط هو يعني محب أحد محبينه مثلا ويقرأ عن ما يدور في خاطر أو في داخل استاذ عمرو اختيار المكان المناسب للقراءة بعض الأحيان يقول حابين نقرأ بس مش هم حصليني الوقت ومش حصلين ومش يعني قادرين نحصل المكان المناسب عشان نقرأ ونتمعن أيضا في هذه القراءة شو برايك الأماكن المناسبة للقراءة خاصة لو كنت شخص مبتدئ الآن ما في وقت للقراءة أبدا ويجب على القارة المبتدئ أن لا ينضع وقت للقراءة لأنه سيكون هذا واجب عليه أنه يقرأ ولكن قراءة هواية وحب فكل منا حسب صفاء الذهن وإنتاجية العالية يعني من من يقرأ الفجر من من يقرأ قبل الذهاب للعمل من من يقرأ أثناء ذهابوا للعمل أثناء قدوموا من العمل يعني ليس هناك وقت أبدا لو أتكلم عن تجربتي كنت أقرأ أثناء ذهابي إلى المدرسة في الحافلة كنت أقرأ وأنا رايح المدرسة وأنا راجع المدرسة فكنت أنتهي من ثلاث روايات في الأسبوع فقط في الحافلة فكنت أستغل كل لحظة فيجب على القارئ المبتدى أن يستغل كل لحظة يعني لحظة فراغ بأن يقرأ وأن ينمي من نفسه أن ينمي من نفسه وأن يجعل أن يأخذ تلك المعلومات الكافية لكي يستطيع أن يكتب يعني في الأيام القادمة صحيح لو نتكلم أستاذ عمرو أكثر عن الوقت يعني قلت مثلا ممكن في بعض الأشخاص يقضون في قراءة الكتاب أو الرواية من أسبوع لأسبوعين في بعض الأشخاص ممكن يملون ويقول لك أنا ويتخطت وقت فيها ويبدأ يعني يخليها شو برايك يعني كمتخصص في هذا المجال الوقت المناسب لقراءة القصة أو الرواية وعشان أيضا مال من منها ونستفيد في النهاية الرواية أحيانا قد تكون مقسمة فبإمكان للقارئ أنه يتنقل من قسم إلى قسم يعني يختار العنوان اللي هو بحاجته مثلا اللي جذبه أكثر ويقرأه وبعدين يرجع للأشياء اللي قبل فهذا ممكن أنه تشهل عليه الانتهاء من هذه الرواية أو ممكن أنه يقرأ جميع العنوان في أوقات فراغه مثلا ما قلت مثلا عنده موعد إندكتور ولكن دكتور أخره شوي فيأخذ معاه الكتاب بدل ما يتصفح في التليفون يأخذ الكتاب يقرأ يكمل روايته مثلا في المواصلات العامة مثلا في رحل مع الأهل يوم الجمعة مثلا أو بين الأصدقاء أو في الجامعة في وقت الفراغ بين المحاضرة والأخرى فنعم أستاذ عمر لو نتكلم عن النبذة اللي تكون دايما في بداية كل كتاب متى تنصح بقراءتها؟ لأنه يمكن بعض الأشخاص يشترون الكتاب ويقرون النبذة ويتوقف عند هذا الحد النبذة يعني لا تكفي النبذة فقط هي نبذة نقطة في بحر ما كتب داخل الكتاب فأنا لا أنصح بقراءة المقدمة ولكن أنصح بقراءة النبذة اللي في خلف الكتاب أكثر فهي أكثر اختصارا وأكثر تعبيرا أما بداخل الكتاب لا يعني لازم الشخص يعني إذا قرأ المقدمة يكمل في الكتاب إذا كانت جميلة يعني وحسب رغبته أنه يكمل في الكتاب لأنه الكتاب يعني ما كتب عبث وكتب للغاية وبهدف أكيد أستاذ عمرو يعني القارئ المبتدل انتقل لمرحلة أخرى وبدأ يقرأ الكتب شوية الكبيرة وفيها فصول كيف يعني تنصح بقراءة كل فصل أو كيف يتم تقسيم هذا الكتاب يتم تقسيم هذا الكتاب حسب حسب ما يبحث عنه القارئ يعني القارئ أكيد يشترى الكتاب لهدف أنه ميوله هذا الكتاب فهو يبحث عن عن مغزى معين أو عن كنز في هذا الكتاب فبإمكانه أن يتنقل بشكل عشوائي مش بشكل مرتب ويمكانه أن يقرأ فقط صفحات قليلة من الكتاب وخلاص يكتفي بهذا القدر لأنه ممكن يكون عنده معلومات سابقة عما كتب بداخل الكتاب ولكن يعني مثل ما تقولي أراد أن يرسخ ما قرأ سابقا أو ما لديه من معلومات من خلال قراءته بعض الصفحات من هذا الكتاب أكيد يعني يمكن في بعض الأشخاص أستاذ عمرو يحب يوصول لمرحلتنا بعد ما يقريبه يجمع الأفكار ويشوف شو استفاد مدى أهمية كتابة الملاحظات أو تلخيص الشيء الذي قرأنا سواء كان معلومة أو قصة التلخيص والتخطيط في الهايلايت أو في الماستر كما يقولون هذا يشجع على القراءة دائما ومن الجميل أنه إنسان يعلم مثلا على صفحة أعجبته فيها خاطرة أو اختباس لأن هذا قد يرسخ في ذهنه ما قرأ ويجعل له مثلا الطلاقة في الكلام الطلاقة في الحديث ممكن للشخص يقرأ 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 وما يشعر أنه قرأ يقول أنا ما فهمت قرأت ولكن أثناء حواره مع الناس أو مع الأشخاص الكبار مثلا يمكن أن تطلع معها هذه الكلمات بشكل أشوائي ويبدأ في الحديث من أمامه صحيح أستاذ عمرو لو نتكلم عن القصص الخيالية أو الكتب اللي فيها العلم الخيالي شو تنمي عند الأشخاص خاصة لو كانوا مبتدئين في هذا المجال الكتب الخيالية أنا لم أقرأها سابقا صراحة ربما قد يعني قرأتها ولكن بنسبة قليلة جدا ممكن أنه تزرع أفكار أفكار إبداعية للقارئ بحيث أنه يتخيل يتخيل مثلا رواية ويكتبها هو يصنع سيناريو ويكتبه في مسودة وينشرها أمام الملأ فممكن أن الكتب خيالية تزرع فكرة أنه التخيل في ذهن القارئ للإبداع والكتابة واختراع سيناريو صحيح أستاذ عمرو شو الأنشطة أو الممارسات اللي ممكن نمارسها في حياتنا اليومية وتشجعنا على القراءة وتخلينا نحبها بشكل أكبر الممارسات مثلا السماع مثلا ممكن أنا نسمع لل بودكاست مثلا لأشخاص تتكلم ونقرأ معها بنفس الوقت أو أنه نقدر نفوت ميتنج مع ناس ونقرأ مع بعض ونناقش هذا الكلام مثل ما نحكينا سابقا فالمناقشة وتبادل الأراء في رواية معينة مثلا موجودة عند بعض الأصدقاء ويمكن أن يكون في تخصيص وقت أو يوم في الأسبوع لبدء جميع الأشخاص في قراءة رواية محددة ومنقشتها معا في آخر الأسبوع مثلا هذا أشياء يعني تشجع الاستمرار وتحفز على الكتابة في الأيام القادمة في المدى العيد أستاذ عمرك كاتب برأيك يعني اختيارنا للمواضيع يجب أن يعتمد على المواضيع المعاصرة ونحن نفكر كيف نستفيد من المعلومات ومن هذه الكتب أو هذه القصص ولا تعتمد على ميول وحب الشخص لبعض المواضيع والبعض الآخر لا لا تعتمد أكيد على ميول الشخص وحبه لبعض المواضيع ففي معارض كتاب كل قارئ يعني يسعى ويبحث عن ما هو يحب فالبعض قد يبحث عن إصدارات الجديدة يعني من الحديثة للشباب والشبات والبعض قد يبحث عن كتب قديمة لعلماء قدماء فهذا ميوله احنا لا نلومه هذا حقه وهو أعلم بما يريد شراءه فله حرية الاختيارة له حرية القراءة سعي أستاذ عمرو برأيك كيف ممكن نغرز هذا الشيء وهذه المهارة في أبنائنا منذ الصغر عشان يحبون القراءة ويحبون أيضا يقرون عدد أكبر من الكتب يعني بإمكاننا أنه نقعد معاهم نقرأ قدامهم نخصص مثلا ساعة من اليوم نقعد فيها كلنا العائلة الأم الأب الأطفال وتكون ساعة قراءة أو ساعة استماع إلى مثلا فقرة مفيدة للأطفال أو من خلال للأطفال أو من خلال البزل مثلا أو مكعبات أو الحروف والألغاز العربية ممكن أن هذا يتحفز الأطفال على الإبداع منذ الصغر في القراءة وفي الكتابة وفي الكلام أستاذ عمرو نصيحة أخيرا للمشاهدين وخاصة للقارئ المبتدئ نعم القارئ المبتدئ ونصيحتي لك أنه اقرأ ما ما هو مناسب لك لا تتعجل في اختيار كتب بشكل عشوائي اقرأ وتمع عن ما تقرأ اختر الكاتب الذي تريد أن تقرأ له بدقة وحذر وشارك وعبر عن رأيك عبر تواصل اجتماعي لتأخذ أراء أخرى ولتستمر معك الحكاية حتى أن تصبح كاتب بإذن الله صحيح وفي النهاية نقول هناك العديد من الكتب الثقافية الاجتماعية وغيرها وأيضا القصص وريوات اللي ممكن نقراها ونستفيد منها في حياتنا الشخصية وأيضا الاجتماعية الكاتب والمتحدث التحفيزي أستاذ عمرو آلد غيم نورتنا في هذا الصباح أعطيك العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة